اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله على البركاته نتقلوا الى المقادر ان شاء الله نسكيله دقيق ناعم من نوع الممتاز واحد نصف كاس سكر حبيبات واحد نصف كاس زيت المائلة دائما بكاس العنبة وجوج معالق جلجلين يكون لديك في الدار وعاشق معالقة كبيرة يعني الخميرة معجونة او الخميرة الفورية وبيضة واحدة وشوية الملحة ومعالقة صغيرة نافع مطحون ومعالقة حبة مطحونة ومعالقة مطحونة ومعالقة حبيبات ومعالقة ملحة لتحسين الضوء ومعالقة فاني حتى تستملك وعندي بأس المنزل الضوء لتحسين البرتقال ضرورة وماء الدفين للعجن هذا الضوء سيحتاجه سهل ونضيفون كل العناصر ونضيفون على نفس الدقيق لا يوجد مجهود أو تعب أو تحاجة كل شيء يدعى الزيت والساندة وكل شيء يدعى للدقيق والرس المعلقة هو البرتقال لا تقوم منه كثيرا هذا العغوم البرتقال يعني كانت تعدك ديرها لا تعدك فلاش لا يوجد ضرورة البرتقال أو الحامض كانت تعدك ديرها وهذا البيضاء سوف نقوم بزولة الأبيض في العجين والأصفر سوف نختفض به لكي ندهن به القرص في اللقل يعني كما قلت لكم اقتصادية سوف نقوم بعمل الأصفر والذي سوف نضيف سوف ندهن به والمعلقة كبيرة لديك الفورية لديك المعجونة هؤلاء مقادر كلهم ونضيف الكاس الأول كاس العنباء سوف نضيفه لكي نضيفه سوف نضيفه ونحرك المقادر كلهم ونحرك لا تطلب لك شيء موجود سوف نحركه لا شيء صعيب لكي نضيفه لأنه سوف تستطيع العجينة تستطيع العجينة لا تكون العجينة قاسعة سوف تجمعها كله ونضيفه 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 لكي نستجمع العجينة ونضيفه حتى يجمع العجينة لكي يخمروا الخمرة الأولى و انا اخذت المحر الأصفر سوف نضغط عليكم بنياتي كل شيء يدقل بنياتي المبتدئات سوف نفوت لهم حتى مرحلة لكي يرى كل شيء يرى يعني لا يوجد بنياتي المبتدئات سوف نفوت لهم مرحلة و لا يمكن أن نفوت لهم شيئا سوف نغطي بالفيلم و نجعلهم خمرة الخمرة الأولى و نقوم بنياتي و نجعلها لكي يجب أن نضغط لكي يجب أن نضغط و لا يجب أن نضغط لكي يجب أن نضغط تكون دائما و لا يجب أن يكون و أضعف العجين سوف نضغط و نضغط و نحرك العجين الملكة و نضغط وهذه وهذا سوف أخبر لكي يجب أن ننجح إلى الأسفل يمكن أن يكون مقابل يجب أن تجرب و لا يجب أن تشرب و لا يجب أن يشرين ونحن نقطعهم ولدهم ونقوم بالخمار الثاني حالي كوي لكي يكون ضعفهم يعني قاموا ضعفهم المرة الثانية يعني يأتي ونستعام مميزان يجبوني مقاردين ستنقر 60 غرام في القريصة سنعبرهم لكي يكوني مقاردين أنا كنتستعام بالميزان لأن الميزان يجب أن تكوني مقاردين لأنه ليست تقرأ سوف نضع 60 جرام في القريصة و سوف نضع في رشتها الورق الطاية الذي يدخل في الفرن و سوف نعبره و نكوّره بين ايديه و سوف نضع الكويرات يجعون جدا و خفافه و قطن و سوف نضع القرص كامل في القرصة سوف نضع القرصة صغيرة في القرصة يساعدني على الطهي و انا كميلك السيدات و اضعي بقليه و اضعه في سيني اخر سوف نحضر على الكارط و سوف تشطي لها حدوة صغيرة و اضعها حدوة 50 سوف نحضر و سوف نبسط لن يبسط لهم و اضعوا في الفرن لن يتفربون معنا و لا يشقون الطريقة من ابنيتي يدك بزيان تحاول بسيطة و تقرصهم يتساوي بزيان و يخمرون و يزاد الحجم و يدخل بيناتهم و يوجد الفرق و يضع الفرق و أنا انا في حدوث قبل البيضاء و يجب أن يدهانهم من البيضاء لأنه يدهانهم من البيضاء و يجب أن يدهانهم من البيضاء يجب ان يزيدون بشكل خاص بالمشاكل. يكبروني بجموعة للعين. يمكنت كملك المجاور لأكملتهم. سوف يزيدون بشكل خاص بالمشاكل والمشاكل لدهن كاء. ان شاء الله. هم الخامن والضعف لحجم ديالهم. سوف نزيدك قليلة. سوف ندهن به. نكمل الدهين ديالي كامل الدهن الثانية. يعني هذه الدهنة يجيو واضحين في اللون ديالهم. سوف ندهنهم الدهن الثانية و سوف ندهن لهم السمسم يعني جنجلان من الفوق. وذوق الله عندي الفرن سوف نشعل عليه كي يسخن مزيان كي يسخنه. مزيان وانتنا كي يسخن وانا كنا ندهن في القراشي ديال القرص. ودرت لهم جنجلان من الفوق. والذي يريد أن يدهن شيء من غير جنجلان يديرها. يعني ناجدتهم بلديين الطريقة البلدية. هي التي يدهنها كجيوزويني. سبارك الله. عندما يكملتهم ودخلتهم من الفرن. هم ما طعبوا. درت العافية لهم من تحت. حتى طعبوا من تحت. بعد ذهبتهم من الفوق. تدرت عليهم العافية من الفوق. يعني الشواية من الفوق تتحمروا من الفوق. هنتم اخرجوا كي يجو. جاءوا تبارك الله. نفشفشين. مقطنين من دكشي. ما كيتعطلش في الطياب دغية دغية دغية. زوينين تبارك الله من دكشي. عدي لهم بنياتي. الله ما غاليت ندموش عليهم لوليداتكم. في هذا الحجر الصحي. سيعشقهم ويبغيهم. يعني كي. يعشقهم كي يكونوا ملفين. تأخذوهم من المخاذيز. ودوكم مني ولا وفضل. ويجدوهم لهم ابنياتي. ولداتي لوليداتكم. كي تفرحوهم. وتفرحو عائدكم بعض القراشين. البلديين زوينين. واتمنى هذا الابنياتي هذا الفيديو كون اعجبكم. وإلا اعجبكم لا تنسوا من التعليق. زوينة اللي كنجاوب عليها. واتمنى ابنياتي تكونوا بالصحة والسلامة. والله رضي عليكم. والله يحفظكم. والله ينجيكم من الآثات. ومن الوباء. والسلام عليكم ابنياتي. للجريقة الى في فيديو آخر. ان شاء الله ابنياتي. مع السلامة.